طيب يعني احنا عزيز تقول مثلا احنا ما بنسمع بالنقول بالعامية كده ده شخص دبلوماسي فده معلش بدون انت كده يا حضرتك ده يعتبر شخص منافق عشان انا بقولها كتير لناس فبيقولي على فكرة دبلوماسي يعني انت بتقولي شخص دبلوماسي ده يبقى منافق لا يا جماعة مش قصدي كده انا قصدي بيقرب وجهات النظر لبعض يعني فيه طرفين فيه خصوم فبيقرب وجهات النظر من بعض بص حضرتك هو كل دبلوماسي ينفع يكون سياسي وليس كل سياسي ينفع يكون دبلوماسي بمعنى الدبلوماسي ارقى انواع السياسة اللي هو بيتعامل مش بنفاق ففرق بأننا نتعامل بنفاق وففرق اننا نتعامل بتزيين الامور دون كسر عنق الحقائق على سبيل المثال مثلا انا لما بصلح بالناس اباح حاليا للنبي صلى الله عليه وسلم الكذب فدي ليست نفاقا ولكن هي اعلى انواع السياسة واعلى انواع الدبلوماسية والله هو ده اللي أنا بقصده فعلا يعني اقول لشخص انت دبلوماسي وليس نفاق بالضبط يعني السياسي دبلوماسي ان هو بينقل وجهة النظر وللطرف التاني نفس الكلام بس الطريقة مهزبة شوية هتضرب لحضرتك مثال ويمكن احنا عندنا ناسستات في مصر ما شاء الله واحدة بتخاف على ابنها قوي قوي وابنها بيلعب في الشارع حبيب قلبي تعالى بيل عن الشمس للشمس اتعورك ده اسلوبها دبلوماسي حلوه يا مش اتعور واحدة تانية واحدة تانية يا ابني تعالى من الشمس يأكل لك قطر هي دي عايزة تشيله من الشمس ودي عايزة تشيله من الشمس بس دي مش دبلوماسي خالص بس دي خالص بقا هو الغرض ان عايزة تبعده عن الشمس فدي بترقيتها ودي بترقيتها يعني مزبوط دايب يعني الحمد لله انا صح لما قلت لما بقول لحد انت دبلوماسي او خليك دبلوماسي في الموقف بالزبط اه بالزبط